شوف لا يقل التأثير أي منهم على فريقة مثلا بالنسبة لزيزو على الزمالك هو النسخة الماضية حقق بطولة الدولة كان له نصيب الأسد من التسجيل كان له نصيب أيضا الأسد من النجومية اليوم الزمالك عندما جدد معه في الأسنوات كان هناك احتفالات في السوشيال ميديا بعد أن كان هناك عروض أنه سيرحل من النادي إلى نادي خليجي استمرار وأضاف لنادي الزمالك اليوم حقيقة انسالم الدوسري لم يكن مثل زيزو قد يكون ربما أكثر منه نجومية على مستوى القارة لو صارت الأمور طبيعية وكان عندنا جوائز الأفضل لعب هذه النسخة الماضية والنسخة التي سبقتها كان سالم هو الأفضل سالم عندنا من الأرقام أيضا ما يجعله دائما وأبدا من أفضل اللاعبين السعوديين من أفضل اللاعبين العرب من أفضل اللاعبين حتى على مستوى القارة المباراة لا شك أنها ستكون أيضا مباراة بين النجمين كل نجم سيحاول بشتى الوسائل ونقدم نفسه من خلاله نعم شكرا